في الدولة المصري الزمالك التعدي للنهاردة ليه معفركم؟ البروف وإحنا كده خلصنا؟ لا والله البروف يا عم البروف النهاردة بيقعد لي يعني أنا عايز أقول لجمهير الزمالك وربنا أنت وجماهير أتخشوا الجنة تخشوا الجنة ليه؟ أنت بتتفرجوا على المسلوسة بتتفرجوا على طريق حامد بتتفرجوا على محمود علاء بتتفرجوا على إسلام جابر بتتفرجوا على عمر السعيد ونزل لنا كمان سيف الدين الجزيرة يعني الله يكون في عنكم وطبعا البروف في كل ده مفكر مثلا ان عنده لعيبة احسن من دول واخد بالك ام جاي مقاعد امام عشور ومقاعد شكبالة اللي هم نزلوا عملوا التفرة بس مش هيلحقوا لان خلاص كل ما الوقت يزيد السقة بتاعلى سابه ان اول نهاردة خرف في التشكيل ها طبعا وبس جمهور الزمالك بقى فيه ناس بقى تطلع وتقول لك شوف يعني انا قلتلك جمهور الزمالك المستشار مرتضى جابوا مش عشان ان هو عبكاري جابوا بعد طبعا لان دي امنيت جمهور الزمالك اوجي وانت النادي الاهلي خاصة لاني تمتش اللي فات اكسب النهاردة هتفرق باتنين بونت تعمل ضغط على النادي الاهلي واخد بالك فانت جت اتعدلت طيب ده يعني مستوى الزمالك ده كسب بيراملس يبقى هاب جلال يمسك منتخب ده كرة عوجة ياابا والله العظيم كرة عوجة يا اتحاد الكرة وربنا ماشيين بعلاج انا قبل ما جيلك والله العظيم انا مفروض ااخد العلاج قبل الصحور وربنا اخدته لان انا حاسس ان انا مش متزد ولو اي لفظ تلع مني ده غصب عني لاني انا بصراحة يعني تبقى خايف يعني ايه وانت جايب تبقى خايف يحصل حاجة في الحلقة خايف اموت اه ده حالة ايه انا واحدة هدايك يا عم انا ما اسمعت الخبر ده اما اسمعت الخبر ده ورب الكعبة اسلام انا نام اتأخر ابن صحاني بالصدفة كده هو دخل علي قادي النور فانا فقام جاي بغباء ولا ايه هاب جلال ميزي منتخب مصر وانت جاي قايم قاعد انا نام تاني ده اسلام صدق مش هيعمل كده اكسم بالله انا نام تاني والسكر بقى وكنا لسه في الصيام يعني لسه الكلام ده العصر تعرف انا كنت هتصل بيك اقولك ساعتها كنت هتليني صاحب لا بس مرضتش انت خليك لما نتقبل في الحلقة مع انت اتصلت بيه وانا نايم اول امبارة قلتلك كيروشي مشي قلتلك الحمد لله وقمت جاي مكمل منهم شوفت قلتلك خبر اهو كوي ايوة جاي النهاردة بقى احمد ابني ام جاي من الدين الصدمة انا نام تاني معرفتيش انايم فخدت الالاج قلت عشان يعني ابقى متزن معاك في الحلقة